ما أعدت مع حد منفصل عن مراته أتكلم عن مراته وحش ياه الستات الستات معظمهم بيتكلموا بعد الانفصال على أزواجهم بشكل مش لطيف عشر هم بيكونوا مطلعين لهم والأخطر طبعا أزواجهم مطلعين لهم لا 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 الأخطر أنه يتكلموا على أزواجهم وحش قدام الأولاد فأنا ده أنا بشوفه لأن أنا كمان في منطقة شعبية يعني أنا عيشت حياتي معظمها في منطقة شعبية أه بس أنت برضو واضح أن نموذج الراجل لا لا أنا معه ستة في حاجات لا 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 علشان بس محدش إيه يبقى ضدي خالص أنا معه ستة في حاجات أنا معه أنا معه أن الراجل لازم يصرف على أولاده طب راجل لو ما صرفش إذا كان موجود إذا كان متجوش هي بقى اللي بيطلع عنها يا سامح هي اللي تلف في المحاكم وتثبت أنه بجمورت بجمورتها بالجال فهولانية وبياخد كذا فأنا لازم أخد فلوس كذا للعيال وعلشان تجيب كسوة العيال تروح تتزل لا ها أنت قلت برضو وقصت مدرسة آه وقصتين لأ يبتدي هو كمان ما هو كمان بيعنده مشاعر انتقام منها يبتدي العيال في مدرسة معينة يبتدي ينزل المستوى هو ده كان عاجبا أو كميل انت عشان دخلوا لمدرسة الغالي يعني أنت قلت هي ثقافة صح ولا لا أنا برضو شفت ناس يقول لك أن أصرف على الأولاد في حدود عاملة إزاي بس ما صرفش على مراتب ده برضو مش حلم نعم